في دير الزور رسم الظلم صورة جديدة لا تشبه أي شيء يمت للإنسانية بصلة الجوع والفقر هناك وصلا حد طرد الولد لأمه العجوز خارج الدار فقد باتت الأمهات حملا ثقيلا على من من رحمها عرف الحياة كيف يعيش أهل دير الزور وكيف يتقاسمون ظلم تجار الحربي وإرهابيها في هذا التقرير تجار قام يتاجر فينا أو يلعب فينا أو يلعب فينا كل تاجر محتكل نوع وتاجر فيه هربنا من داعش طرحنا عندنا داعش هنا أخوة من لداعش اللي فرق أخوة من لداعش اللي فرق منطقة فاندة ساعدوني مشانا ضر فاندين ساعدوني مشانا ضر فاندين ساعدوني مشانا ضر فاندين ساعدوني مشانا ضر فاندين الخبز عمين قطع عمنا عم ناخد نحن كل الأسرة ربطة وربطة من ربسان عم تكفي مين ومين فطور اللي عشان لغدا فرن طبعا حاولنا نوحب عبه أكثر من مرة السلوب سوقي تماما منطقة فاندين يحكي بليمات بديئة أنا مضطرة أنا مديرة مدرسة مضطرة أسمع هذا الكلام لأن أخذ رغيسكوز قطع نيدينتي اليوم نحن ما حصننا خبز نعم ميطة هايوم الجمعة طيب ليش؟ فتنا كل القصور والجورة على البقدونس ما حصننا غير جرستين بقدونس كل واحدة بمئة وخلسين ليرة هاي خضار هاي خضار هاي خضار اللي قدرنا نحصن كيلو عدف الشراء بأسين ليرة بأي منطقة بأي أسلوب مين اللي يجيبو؟ عم تيجي الغراب كلها بالطيارة مين؟ المسؤولي على كل مسؤول هاي البلد مسؤولي على المحافظ على قارد الشرطة إيجي الطيارة مليانة في الخزنة رحنا عملنا كتاب قضمنا عن المحافظ إحنا المعلمين شان ناخد حصص راح قال لا في خمسين حصة للتربية خمسين حصة للتربية توزعت بمعرفة مدير التربية بلاد في فيام لفلان ما ايجاد حين تباك التربية أنا بيجي شانعد يجي واحد إيجا أخذ كل شيء السوق وراح طيب كيلو راح فهم خمسينة ورطياني نحاول إنو نشتري نحاول نشتري لبن سبعمائة ليرة عم ينخل في جي تاجر لا ما في نبيع هنا ما فيه دور ما ايجاف طلعنا من المكان خير فيه كثير من البوكمان الخير كثير الشيء كثيرة تلاقي تلاقي فاكش أشكال ألوان تلاقي فضار فلاقي كلهم بموان ولكن ليس الأمان الذي أريده جينا على مكان موجودة الدولة لا زالت قائمة الدولة لكي أحس بالأمان لكي تطلع بنتي وتروح أطلع أنا بأي وقت وأنا أحس في ناس عم تحط حالها دمها على كفة عم يطلعوا عم يطلعوا على المطار عم يطلعوا على الجفرة عم يطلعوا على حول جة صغر عم يروحوا على السردة لأنه هم شرفاء ويطلعوا على مكان ويطلعوا على الكهرباء ويطلعوا على ماء ويطلعوا على أي شيء سلوك حضاري يتعاملوا مع هذه الأزمة نحن بأزمة بأزمة إذا أنا وإنتم تنازلنا عن حقنا أن نكون مواطن وأن حقنا أن أعيش بشكل صحيح منطقة صامدة ساعدونا لنضع صامدين ساعدونا لنضع الحرب من سوريا لأن سوريا تعال كيف يكون سوريا؟ يعني أمي وأمك وأختي وأختك وعرضي وعرضات ونفهم أن تكون هذه الأمور كيف أخيارهم إلى ملدونها وكيف أبضاها ونسرقهم ونقنصهم تفاقم الوضع الإنساني وتدهور الوضع المعيشي لدى المواطنين في دير زور المحاصرة وصل حد طرد أحد المواطنين لأمه العجوز لعدم مقدرته على تحمل تكاليف علاجها ومعيشتها موسيقى 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 ماذا؟ مشانا حيني مشانا حيني مشانا مشانا حيني مشانا تجار قاموا يتجرو بنا ويلعبوا بنا الشيء مو بالمعقول الأسعار نار كل اللي قاموا يجيب مابون برا قاموا ييلعب بنا فردا أسعار نار 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 يعني أمه جنا نحن نتهجرنا من نلبو كما نتهجرنا مجينا لهون هربنا من داعش طلعنا عندنا داعش هون أقوى من داعش اللي بار لأنه كليات هم هذور ضد الوطن وقاموا يلعبوا على الوطن على العظم شوفتان اخلت الماهو وكيف عملت تعيب الحال؟ والله قاموا عينها أنا قاموا أشتغل بالمودات التصليح مودات واللي قاموا يطلع لنا منها التصليح قاموا نعيش 13 نفس قاموا نعيش فيه وعلى الخبز والزعتر تعبنا تعبنا يعني بصراحة الزيت والزعتر دبحنا أسعار نار الخضروات نار كل إنسان محتكر شغلك ونوع غذاء كل تاجر محتكر نوع وتاجر بهالوطنيين اللي حتى البيت على العظم بعشرين ألف بعشرين ألف يعني شوف وين وصلت يعني هلأ أنا بيتي تارث ثلاثة طوالق متركوا بالبوكمان وجيت لهون لأستجر بعشرين ألف ما فيه ما فيه يقول لي يروح أقعد لي بالإيواء أي إيواء الإيواء للسأل لو تشوف الإيواء أوصف شدير من اللي يعني كل من مستلم شغلك بده إيواء بالمصاري المشي بالمصاري كله ما عد تعرف شيئا مو كله بالمصاري ونار العالم قام داك و البعض ترجمة نانسي قنقر كحيرا شعورنا ستركوا في الدولة ميزان و؟ ترجمة نانسي قنقر فالتح massa وكتب ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر كبيرا اشتركوا في القناة